وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة أن تستكمل باقي الوزارات تدريجيا من إجراءات الانتقال للعاصمة والعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومتبع ذلك بشكل دوري كما شدد مدبولي خلال اجتماع الحكومة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية على ضرورة أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية تطويرا حقيقيا للجهاز الإداري للدولة وبشكل كامل ونوعي إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين هذا وأكد مدبولي على أن عددا من الوزارات انتقلت بالكامل إلى مقارها بالحي الحكومي وبدأت تمارس عملها بصورة كاملة وبشأن مبادرة حياه كريمة أكد رئيس الوزراء المضي في استكمال مشروعات المبادرة بالنظر إلى أهميتها في تحسين الخدمات المقدمة لمواطن الريف المصري